جرى اتصال هاتفي أمس بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعبر فخامة الرئيس الفلسطيني خلال الاتصال عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك المفدى بوفاة فقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله سائلا المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته كما أعرب جلالة الملك المفدى عن مشاعر التعزية والمواسال فخامته بوفاة الدكتور صاحب عرقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رحمه الله هذا وجرس تعراض العلاقات الثنائية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها وقد أعرب صاحب الجلالة عن شكره وتقديره للرئيس الفلسطيني على مشاعره الأخوية الطيبة النبيلة متمنيا له موفور الصحة والسعادة ترجمة نانسي قنقر